اهلا اللي اخبار معاكم. في الفيديو ده انا هتكلم عن مادة الكنسولوجي. تمام? مادة الكنسولوجي معناها ايه? هي اه علم الحركة. تمام? فمادة الكنسولوجي هي مادة علم الحركة اللي احنا بندرس فيها ايه? بندرس فيها حركة الجسم وحركة المفاصل وحركة العزام وحركة العضلات وازاي الحركة بتتعامل وبتحصل وتحدث قدامنا. تمام? زي ما احنا بنشافوها. تمام? تمام. المادة دي هي مادة تأسيسية تمام? ومقدمة بتفهمك آآ مواد تاني اسمها يعني يعني آآ حركة الجسم. تمام? فمادة اللي هي مادة علم الحركة هي مادة تأسيسية ومقدمة لمواد علم الحركة اللي هما يعتبر بايوميكانيكس وان بايوميكانيكس تو بايوميكانيكس تلاتة. طيب في حاجة. آآ في آآ جامعات آآ مش بتاخد مصطلح في المواد عندها خالص. تروح حملة ايه? انا ابدألك بايوميكانيكس وان. تمام? لكن بايوميكانيكس وان عندهم هو محتوى نفس محتوى. تمام? هو بس آآ غير الاسم. تمام? وبدل ما هياخد هو كونسولوجي. الجامعة دي ساعتها تعمل ايه? تعمل اربع مواد بايوميكانيكس اتنين تلاتة اربعة. تمام? فهو آآ لا غير يعني اختلف مسميات لا غير لكن المحتوى هو هو. تمام? تمام. دلوقتي انا عرفت آآ وانتوا عرفتوا يعني كونسولوجي يعني علم الحركة بندرس فيها حركة العظام العضلات المفاصل وزار حركة بتحصل. هكذا. تمام? آآ تمام. دلوقتي احنا عرفنا آآ اول نقطة خالص يعني كونسولوجي بالعربي. تمام? علم الحركة. طب ازاي المادة دي احنا اساسا نذكرها. الموضوع سهل وبسيط. تمام? انت بتعمل ايه? بتفتح او التسجيل او الفيديو بتاع الدكتور اللي عندك في الكلية. تمام? او المعيد كمان كمحاضرة تفتح سواء فيديو او آآ تسجيل تمام? وتكتبه في برا. تمام? وتكتب كل حاجة هو بيقولها. تمام? لان في دكاترة بتلعب على النقطة دي. وتجيب اسئلة من الحاجات اللي هي بتقولها ومش يكتبها في الملفات فلازم تاخد بلك من النقطة دي. تمام? وتكتب الكلام ده كل في الكاشكول برا. او ممكن تطبع ملف الداتا ملف المحاضرة او تمام? في ملف وتعمل ايه? تكتب الزوائد وتكتب الشرح اللي هو بيقوله اي اضافات هو بيقولها في ملف ده المطبوع اللي هو ملف في المطبوع. تمام? فانت ممكن يبقى معك حاجتين. كشكول او ملف الداتا ملف البدائف بتاع المحاضرة والسكشن. وتعمل ايه? تضيف في تضيف في ايه? تضيف في الاضافات والحاجات الزايدة اللي بيقولها الدكتور او المعيد اللي مش عايزة توضيح او ترجمة تمام او شرح بقى لو شرح لو هو آآ سطرين او تلاتة فيهم شرح حاجة معينة برضو تكتبهم في الملف تمام آآ ويه اكيد اكيد اللي احسن من الملف بديف ان انت تكتب فيه هو الكاشكول آآ لكن الملف بديف سواء انت تطبعه او الكاشكول الحاجتين كويسين تمام واكيد في المرتبة الاولى او الحاجة الاحسن ان يبقى معك كاشكول واحسن يبقى معك كاشكول لملف آآ طبعه تمام وتضيف في ملف المطبوع او الكاشكول الحاجات الاضافات اللي يقولها الدكتور سواء معينة او دكتور جامعة في المحاضرة تمام ويه كمان شرحة هو بيقوله تمام لان في آآ نقط ويهاتة من المحاضرات بتحتاج ان انت تعمل لها عادة صيغة بدل ما تكون بالشكل الانجليزي آآ اللي يعتبر مش آآ موضح بشكل كبير تروح مطلع الكلام الانجليزي ده وره تمام ويه عمل له صيغة عربي انجليزي كفهم بقى كفهم تمام فسطرين او تلاتة فده يفهمك الموضوع اكتر تمام تمام طيب في نقطة هي ايه لازم انت يبقى عندك اولويات يعني في المصادر بتاعت المذاكرة اول حاجة لازم تعمل اولوية اللي يجي ديكوتور الجامعة بتاع المخاضرة والمعيد بتاع السكشن دول لازم تسمعهم كريكوردات او او فيديوهات كده تمام طب لو ما فيش مش متوفر سجل انت تمام في جامعات بتسجل وفي الجامعات لا تمام فلازم تسجل تمام لازم تسجل ايه السكشن ومخاضرات تمام حتى لو الجامعة بتسجل سجل انت كمان عشان ممكن يبقى في مشكلة تمام فلازم يبقى داع رقم واحد عندك طيب انا عايز مصادر تانية تساعدني بجانب الكلية بجانب المحتوى بتاع الكلية لكن انا مش اشتغناش عنه تمام انا المحتوى بتاع الكلية مش هشتغنى عنه لكن انا عايز حاجة تبقى جنبي اشوفها في حاجة انا نقطة او حتة عايز افهمها اكتر او مخاضرة عايز افهمها اكتر اروح لفين اقول لك ايه مصادر بتاعة دراسة مادة الكنسولوجي او اقول لك هتروح هنا اقول لك انا دلوقتي انت عندك يعتبر اربع او خمس اا قنوات تروح لهم تمام تمام اول قناة اكيد قناة الدكتور محمد سرحان على اليوتيوب تمام فيها شرح مادة الكنسولوجي تمام وكمان فيها شرح مادة اللي هي اعتبر اساسا هي هي كنسولوجي تمام في بعض الجماعات تمام اه وكمان قناة دكتور محمد سرحان فيها بقى بقى البيومكانيكس برضو يعني اتنين وتلاتة واربعة او لو اخرهم تلاتة كنظام يعني جماعة معينة زي مقلت لك فمادة الكنسولوجي او باختلاف بقى كمسميات او ارقام بقى واحد اتنين تلاتة اربعة كناة الدكتور محمد سرحان آآ سواء على تليجرام او على اليوتيوب تمام وهتلاحز ان لو بحثت بالاسم الدكتور محمد سرحان على اليوتيوب هتلاقي ليه كناة وهتلاقي فيه كمان قيم تشغيل تمام او فيه قيم التشغيل انا هوريها لك شوية كده فيها هيعتبر تلات مواد بايوميكانيكس وان اتنين تلاتة وانا زي مقلت لك ان فيه جماعة بتسمي كونسولوجي ببايوميكانيكس تمام فيه بقى ده شرح كويس خلص دكتور محمد سرحان آآ الحاجة التانية بقى المصدر التاني قناتها بسطها لك ودي شرحة مادة الكنسولوجي او بايوميكانيكس يعني بشكل كويس خلص برضو آآ وقناة كويسة خلص كناتها بسطها لك وفيها شرحة اكتر من مادة كمان تمام تمام في برضو قناة تاتيوب اسمها بيتميرات يونيفورستي القناة دي برضو كويسة خلص برضو شرحة الكنسولوجي بشكل كويس وفيه برضو قناة عاملة تلخصات كده لمواضية معينة او جزئيات معينة في مادة الكنسولوجي تمام عاملة تلخص لها تمام في سبع او تمن دقايق برضو مش كمحاضرات آآ كاملة او ساكاشن لا كجزئيات معينة هو آآ بنقشها وبتكون جزئيات محتاجة فيهم اكبر تمام ففيه قناة فسيو هنتس برضو من اسمها هنتس يعني جزئيات او نصيح آآ معينة تمام شرح معضرات كاملة يعني تمام بكده الوقتي انا هروح لأربع كنوات دول بجانب ان في قناة خمسة كمان اسمها قناة آآ نجاح بدون جشع على طبيعي برضو قناة دي فيها آآ شرح مادة او ممكن بتتسمى باسم تاني تمام فالخمس كنوات دول مهمين خالص تمام آآ دلوقتي انا هروح اوريهم لكم وايه وآآ ارجع تاني في النقطة تانية مهمة برضو اورها لكم. دلوقتي هنروح لآآ المصادر بتاعة بتاعة المادة سواء او اللي هي اسم تاني هو او انت اساسا ايه آآ دلوقتي عايز شوف مصادر للايه لمواد عماما يعني تمام دي مصادر كلها هنا في الهوري هالك دلوقتي هتروح لك النقطة بسطة هالك ده اول مصدر معنا هتروح لبلايليستس هتلاقي قدامك هتلاقي مادة الكنتولوجي اللي هاي عند ناس آآ بتتسمى اهيه تمام وفيه برضو آآ بيوميكانيكس برضو وده كرس برضو تاني دول مادتين بيوميكانيكس تمام آآ تمام آآ دي بيدرس فيها يعتبر آآ الاور لمب واللور لمب ودي برضو الجيت اللي هو المشي يعني جيت يعني مشي تمام فدي من اسمها كده بيوميكانيكس اوف جيت اناليس يعني آآ تحليل حركة ايه المشي تمام تمام فانت عندك اهول اللي هي ممكن ان تتسمى عند جامعات تاني آآ بيوميكانيكس وان ودول بقى يعتبر ممكن تسميهم انت آآ بيوميكانيكس او او تلاتة دول على حسب ما انت ايه نظامك ايه انت بدأت بيوميكانيكس تمام هو عندك بقى اربع مواد بيوميكانيكس واحد اتنين تلاتة اربعة على حسب المسميات يعني تمام هي كلها مسميات لكن المهمة ايه هو هو المحتوى تمام فالقناة دي فيها شرح اكتر من مادة آآ بيوميكانيكس يعني وبرضو فيها شرح الكنتولوجي تمام دي اول حاجة وبرضو الكرس ده آآ انت لو مخلص اقول لسه تمام قبل ما تدخل تانية خده تمام الكرس ده اعتبر آآ تأسيس او زي ما بيقوله كده ايه هو مش تأسيس قوي لا هو تذكرة بالحاجات اللي انت عندك آآ في اولى تمام فانت لو قبل ما تدخل تانية خدت الكرس ده تمام ايه بقى ساعتها هتفتكر اللي انت خدت في اولى بصورة كويسة مشروحة تمام بدل ما انت تمسك كتاب او تمسك آآ ملف او تمسك ملفات تراجع منها آآ وانت آآ يعتبر مسك الورقة وبتقرأ مش بتسمع شرحة دي طريقة كويسة ان انت تراجع على اللي انت خدته تمام زي ما قلت لكم ان كرس ده اللي هو كلينيكال كونسولوجي اندا اناتومي كويس خالص لحد مخلص اولى وقبل ما يدخل تانية يشوف الكرس ده لامم كل المفاهيم الاساسي والحاجات الاساسية اللي هو المفروض يراجع عليه تمام وحدة لو حتى مخلص آآ اول او تانية او تالتة او مخلص تالتة يقدر او رابعة كمان يقدر برضو يروح للكرس ده يفتكر وهيراجع الحاجات الاساسية المهمة اللي في ولكونسولوجي ويه تمام تمام آآ تاني مصدر هو ايه هو شرحة دكتور محمد سرحان تمام القيمة دي انا هسبها لكم فيها آآ شرحة 3 مواد تمام وبييوميكانيكس too وبييوميكانيكس 3 تمام القيمة دي انا سسبها لكم سبع عشرين فيديو. القيمة دي آآ في قناة اسمها آآ بي تي تمانية تبع آآ جميعة جنوب الوادي لو لو قناة دي احنا روحنا لها. روحنا لبليلستس. هتلاقي ان فيها شرحة كتر من مادة. تمام? زي ايه? زي اهو. والمانوال والسيرابي والاناتومي والفلسولوجي. تمام? والمانوال سيرابي. تمام? والكتروسيرابي كمان. آآ تمام? آآ وفيه برضو مواد يعتبر غير مضافة برضو مشروحة. تمام? تمام. آآ برضو انت آآ قناة دي فيها آآ شرح ايه? شرح جنوب الوادي. تمام? ده حاجة كويسة خالص. تمام? ان انت المحتوى ده يكون على يوتيوب. تمام? فالقناة دي انا هسيب لك لينكها. وبرضو لينك كمان قيمة التشغيل بتاعة اللي احنا منتكلم عليها كنا من شوي. تمام? آآ المصدر التالت يعتبر هتروح لقناة اسمها فيها آآ قيمة تشغيل في بتاعتها عن تمام? هتنزل برضو هتلاقي هتلاقي القيمة دي. تمام? قيمة دي كويسة خالص برضو فيها آآ شرح الكنسولوجي. تمام? فيها شرح الكنسولوجي. دي قيمة كويسة خلص فيها اربع عشرين فيديو. لما يعتبر المادة. تمام? تمام? وبرضو في قناة نجاح بدون نجاح على الطبيعة برضو فيها شرح المادة دي الكنسولوجي. اللي هي بستتسمى برضو تمام? وبرضو فيه هنا شرح تمام? تمام? برضو لو رحت انت له قيمة تشغيل هنا. هتلاقي اهي قيمة الكنسولوجي اهي. تمام? آآ وبرضو لو نزلت تاني هتلاقي باي ميكانيكس اتنين. اللي هي اعتبر زي ما بيقوله كده اجيت. تمام? اللي هي آآ حركة المشي. تمام? وتحليلها. تمام? تمام. دي باي ميكانيكس اتنين. تمام? فالقناة دي فيها اكتر من مادة مشروحة آآ فيها. تمام? تمام. وبرضو لو رحت هنا للصفحة الرئاسية وانزلت. هتلاقي ان القناة هنا متقسمة للسنية سنة اولى. تمام? وبرضو لو احضر قيمة تشغيل هنا هتلاقي اكتر من قيم تشغيل كتير. تمام? وبرضو لو رحت هنا لل ومشيت كده. تمام? ودست هنا. هتلاقي هي قيمة اقدم في الشرح. برضو لشرح المادة الكنسولوجي. تمام? برضو لو نزلت للسكندير آآ هتلاقي باي ميكانيكس طوان اهي مشروحة. تمام? آآ فالقناة دي فيها آآ شرح اكتر من مادة. لي آآ العلاج الطبيعي. تمام? تمام. وبعض ديها برضو لو رحت على قناة زي سيرابست. او رحت لقيمة تشغيل. هتلاقي هنا برضو شرح تمام? لكن هنا آآ شرح البيوميكانيكس آآ اوور لمب ولور لمب. تمام? مش بقى آآ مقدمة لها دي بتبقى حاجة بتتاخد في آآ سنة تانية. تمام? تمام. فانت دلوقتي كبيوميكانيكس تمام? آآ دي بيوميكانيكس وان وتو او اتنين وثلاتة على حسب ما انت المسميات عندك ايه? بيسموا كنتولوجي. آآ بيوميكانيكس وان ولا مش بيسموها كده. بيسموها عادي. تمام? في جماعات بتاخد بتسلسل كده. كنتولوجي آآ اي بيوميكانيكس اتنين بيوميكانيكس تلك. وفي جامعة تانية بتعمل ايه? بيوميكانيكس اتنين وتلاتة واربعة. تمام? ده نظم وده نظام يعني. ماشي. وبرضو لو رحت آآ لي الهين ده برضو. هتلاقي برضو ايه? هتلاقي برضو آآ فيديوهات لي آآ نقط معينة او تجمعات معينة لحاجات. تمام? هتروح لك القائمة دي بتاعت باي موكانيكس. تمام? القناة دي فيها آآ فيديوهات لمواضيع معينة وجزئيات معينة في مادة الكنسولوجيو. وبرضو باي موكانيكس تمام? هتلاقي مواضيع معينة معمولا لها فيديوهات. الفيديوهات دي مش مخاضرات كاملة لكن هي موضوعات وجزئيات في المادة مشروحة. تمام? فبرضو انت ايه آآ لو عايز آآ في جزئيات معينة عندك في الفهم عايز تزود فهمك فيها ممكن تشوف الفيديوهات دي. ويعتبر الجزئيات دي بتبقى مهمة خالص. تمام? هي مقطوعة من الشرحة بتاع المادة آآ وجزئيات مهمة. فتمام ممكن تزود الفيهم بتاعك عن طريق الفيديوهات دي. تمام? تمام. وجزئيات دي هتبقى مهمة اساسا ويتبقى عايزة فهمة اكبر. تمام? فاته برضو ممكن تشوف في فيديوهات دي. تمام. وبرضو لو رحت لتليجرام برضو هتلاقي اربع آآ بوتات. تمام? اربع بوتات دول ليه اكتر من جامعة. يعني البودة تبع جامعة القاهرة وجامعة الكفر الشيخ. البودة برضو تبع دلتا وجنوب الوادي. البودة برضو تبع القاهرة وبنها. تمام? والبودة برضو تبع جنوب الوادي. تمام? والقايمة دي انا لسه متكلم عنها ودخلت فيها بتاعت الدكتور محمد سرحان. وبرضو عندك انت كمان آآ الجروب ده. تمام? بتاع البايو ميكانيكس. انت لو رجعت فيه لحد دورة كده. وعدت ترجع فيه. هتلاقي فيه شرح آآ بايو ميكانيكس اتنين. تمام? وبرضو لو نزلت تاني هتلاقي ازا ما انت شايف كده اتنين برضو. ولو نزلت تاني هتلاقي آآ بايو ميكانيكس ازا ما انت شايف كده هتلاقي بايو ميكانيكس اكيد تلاتة مشروحة. تمام? وبرضو بايميكانيكس الاسباين برضو. تمام? برضو هتبه مشروح. لو نزلت تاني كده. تمام? فبرضو انت هتلاقي آآ جيت كمان. تمام? وبرضو الاسباين هتلاقي تمام? اللي هي حاجات يعني اعتبر في في المادة. تمام? او دي هنا في الجروب ده في اكتر من المادة برضو مشروحة ورا بعضيهم كشرح. تمام? فانت الحاجات دي كلها انا سيبها لك. سواء الجروب ده. في اكتر من المادة بوي ميكانيكس سواء بوي ميكانيكس اتنين تلاتة. آآ وبرضو القائمة دي فيها آآ بوي ميكانيكس وان وتو وثري. وبرضو الاربع بطاة دول. انت لو روحت على بويت الرسمي بعلاجة الطبيعة بتاع الجنوب الوادي برضو. آآ ودست هنا. ورحت برضو دست هنا. رحت بوي ميكانيكس. غلت برضو تاني دست بوي ميكانيكس برضو. هتلاقي جروب برضو طلع لك تاني. تمام? الجروب اللي انا لسه برضو مروحولك. تمام الجروب ده في آآ مادتين بوي ميكانيكس. تمام سواء بوي ميكانيكس اتنين وتلاتة. تمام? ف حتى بوي ميكانيكس وان اللي هي مش موجودة في الجروب ده هي واكسة. اساسا موجودة فين? موجودة في البوتات التانية وتد التليجرام اللي انا ورتها لك لسه. الهيادية. تمام? برضو موجودة. تمام بايو مكانيكس هوان ابردو بايو مكانيكس هوان موجودة في القائمة دي بتعليم عديد يعني تمام? وبرضو انت لو رحت على البوتات دي كمان هتلاقي شرحة تاني لمادة من دكاتر تانين في جامعة تانية برضو. تمام سواء جامعة القاهرة من البودة. او جامعة القاهرة برضو للبودة. تمام? فانت عندك اه مصادر كويس هتقدر تروح لها. تمام? تمام. ونقطة المسميات دي اه احنا مش اه مش بنركز فيها قوي. تمام? اهم حاجة المحتوى المحتوى بتاع البيو ميكانيكس دي. اه تأسيسي زي كده ولا ابر لمب ولا اه وهكذا ولا ولا هكذا يعني. تمام? فاهم حاجة المحتوى بغض النظر عن المسميات. بتسميها كونسولوجي بايو ميكانيكس وان بايو ميكانيكس اتنين بايو ميكانيكس تلاتة ولا بقى مش بتسمى خلص كونسولوجي وبتسمى بايو ميكانيكس وان وتو سري وفور. تمام? زي جامعة القاهرة كده. تمام? فا اه احنا خلصتنا النقطة دي وهنروح لنقطة تانية. اخر نقطة في الفيديو لازم يتكلم عنها هي ايه? هي المراجع اللي هي بتاعة كونسولوجي او على العموم يعني بايو ميكانيكس وان او تو اس او سري او فور. تمام? ايه هي المراجع او هما مرجعين. لكن قبل ما اقولهم لك في نقطة مهمة ان انت طالما آآ لسه في اولى. تمام? انت مش مطالب ان انت تفتح مرجع من المرجعين دول. تمام? آآ لكن انت لو لسه مخلص اولى قبل ما تدخل تانية ممكن تقرأ آآ من مرجع من المرجعين دول. تمام? وبرضو لو اكبر انت يعتبر عادة تقرأ من المرجعين دول وتشوفوا مرجعين دول. لكن لو لسه في اولى مش لازم. تمام? اهم حاجة انت تتأسس حسب المصادر اللي انا لسه كنت قيلها لك قبل كده او دكتوري بتاع الجامعة او انت تذكر المادة عشان تتأهلك ان انت مرجع من المرجع دول تقرأ فيه. طيب ايه هو مرجعين دول? المرجع الاولاني هو اسمه ومرجع التاني اسمه ومرجعين خالص. تمام? وموضحين كل حاجة. تمام? وبرضو في اكتر من حد آآ في السنة الاخيرة برضو في سنة ربعة وخمسة وامتياز بيستخدم يوميا برضو مرجعين خالص. طيب في نقطة دلوقتي. انت لما تخلص بقى اولى او انت في السنة الاخيرة او في تانية او في تالتة او في ربعة او احسن تعمل ايه? هل في رأيك تمسك المرجع تقرأه كده? آآ من غير شرح ولا? آآ تروح تعمل ايه? آآ تشوف فيديو او فيديوهات على يوتيوب فشرحها مرجع. اكيد اكيد تروح لفيديوهات. هتبقى احسن كفهم. او حتى انت عايش تراجع على انت اخدته فانت شوف فيديوهات. دي آآ طريقة احسن لمزاكرة. يعني بدل ما انت تقرأ بس اللات انت تشوف حاجة حد شارح. يشرح المرجع نفسه. ده هيكون احسن اكيد. تمام? تمام? فآآ من الاحسن ان انت تشوف حد شارح مرجع من المرجعين تقول ويتسمعه بدل ما انت تقرأ بس زي ما قلتلك. تمام? يعني فيه طريقتين مزاكرة. ايه بس? آآ وطريقة مزاكرة ايه? ان انت برضو بتقرأ مع انك تشوف حد شارح المرجع. واكيد ان انت تشوف حد شارح المرجع دي حاجة بتبقى احسن شوي. تمام? انت تشوف حد شارح المرجع بطريقة شرح تاني غير اللي انت ذكرت بها فانت تأكد على معلومة وترجعها بطريقة احسن بدل ما انت تقرأ بس. تمام? طب انت آآ عندك قناتين بشرحه نيومان. وبرضو آآ جوينت الدكتور عمر العسكري. وبرضو القناة التانية اسمها آآ دكتورة دينا صلاح. القناتين دول بشرحه مرجع نيومان وجوينت ستركشور اند فانكاشر. تمام? برضو انا دول دلوقتي ههرهم لك. تمام? وطبق دي اخر حاجة في الفيديو. ودوقتي هوريكم مصادر مزاكرة. آآ مراجع نيومان ويه جوينت ستركشور اند فانكاشر. تمام? آآ انت اعتبر عندك تلات مصادر. تمام? مش مصدرين بس يعني في مصدر انا لسه ضعيفه دلوقتي. تمام? تمام. اول مصدر هو قناة الدكتور عمر احمد العسكري. الدكتور عمر العسكري. ده آآ معيد في كلية العلاجة الطبيعية في الجامعة في مصر. تمام? تمام. انت لو روحت القناة بتاعته وروحت ليه كوي من التشغيل. تمام? وانزلت اهو. هتلاقي ايه? هتلاقي آآ آآ مقسم لك مرجع نيومن لآآ اجزاء او آآ شابترز او فصول يعني. تمام? آآ فيها ايه? فيها فيديوهات وفيها شرح. تمام? زي ما انت شايف كده. آآ في الكناتيكس ستادي. وفي البيو ميكانيكال كونسيبتس اللي هي الحاجات السي اساس ان بتاعت كونسولوج وبيو ميكانيكس. وعندك الجيت آآ بايو ميكانيكس اللي هي يعتبر آآ زي ما بتقول كده بايو ميكانيكس اتنية او تلاتة على حسب ما انت آآ نصمك ايه في الجامعة زي ما انا قلت في الفيديوه. تمام? وبرضو الكينيماتيكس ستادي برضو. تمام? اتكلم عنها. وبرضو بايو ميكانيكس بيزيكس للحاجات اساسية في المادة. تمام? وبرضو هنا في القناة اتكلم عن السيرابيوتك اكسرزايس. تمام? وبرضو تكلم عن حاجة برضو تاني. تمام? تمام. فهل دلوقتي في القناة دي القناة سخلص فيها شرح مرجع تمام? آآ لي اكتر من فاصلة من الفصول بتاعته. لان مرجع متأسم فصول. تمام? شابتر وان تو سري فور وهكزا. تمام? فقناة دي شرحة آآ اجزاء من مرجع تمام? تمام? وبرضو لو رحت ليه المصدر التاني اللي هي قناة الدكتورة دينا صلاح اللي هي برضو معايدة. تمام? هتلاقي ايه برضو? هتلاقي شرح ليه اجزاء آآ ليه مرجع نيوما وفي مرجع نيوما. تمام? اكتر من شابتر. تمام? فهنا مسلا آآ كان هنا الجيت اناليسيس اللي هو يعتبر بايو ميكانيكس اتنين او تلاتة على حسب انت نظام كيف الجامعة. تمام? الجيت اناليسيس اللي هي تحليل آآ حركة وحركة المشي. تمام? وبرده هنا بايو ميكانيكس آآ بتاعت الشولدر جوينت برضو بايو ميكانيكس بتاعة البونز تمام؟ برضو هنا بايو ميكانيكس بتاعة SoftB centr. برضو فقناة كوس حلو برضو فقنات كثيريه خالص برضو برضو لو رحت الفيديوهات هتلاقي برضو هنا برضو الفيديوهات موجودة. تمام? تمام. وبردو في قناة تالتة برضو مصدر برضو ان انت تذكر منه ايه? تمام? اه او يعتبر مرجع نيومان يعني. تمام? اسمها تمام? القناة دي انت لو رحت لها ونزلت كده تحت تاني في قيمة تشغيل لما تروحها. تمام? هتلاقي ايه? هتلاقي انك من تحت خلص كده ان هبدأ. اه هنا موجود هنا بتاعة تمام? اللي هو ايه? الاربع مفاصل مع بعض بتاع ايه? بتاع الشولدر. تمام? وبرضه هنا في القناة دي موجود فيها شرح اه اجزاء من مرجع اه كارولين بتاع السيرابيوتيك. تمام? تمام. وبرضه هنا دي حاجة برضو طبعة لتأهيل. تمام? وبرضه هنا شرح اه اناتهم برضو. يعني قناة كويس خالص. وبرضه هنا شرح اه او من مرجع برضو. اجزاء منه. تمام? وبرضه هنا شرح تمام? اه برضو اهشار حاجة جلزم برضو. تمام? بس دي تقريبا تأسيس. تمام? تأسيس في البگ ميكانيكس. تمام? وبرضه هنا سيرابيوتيك برضو. تمام? سيرابيوتيك اكسرسيزة برضو. تمام? اه برضو هنا فيه النيرولوجي. اللي هو يعتبر اه نيرواناتومي او اه نيرولوجي تمام? اه فيها القائمة دي تقريبا اه اناتومي اه وفيسيولوجي كمان ان هو في القرنة دي اه فكرة الدكتور او الدكتور العلاج الطبيعي اللي هو مسكها ان هو بيعمل حاجة مهمة تمام? ودي يعتبر حاجة جديدة اه ايه? عن العلاج الطبيعي زي الطب بشري. ان هو مسلا ايه? يمسك موضوع معين ويجيبه من عدة نواح بقى فيسيولوجي اه اناتومي هكذا تمام? فا اه النقطة دي هو اه لسه بدء فيها تمام? من فترة قريبة تمام? ان هو بيمسك موضوع معين مسلا وراح يمتكلم عنه اناتومي وايه? ويه كمان اه زي ما بيقوله كده فيسيولوجي تمام? فا اه زي ما انت عارف هو الدكتور بيعمل بيعمل النقطة دي او الفكرة دي يعني زي مولتين لك كده في القايمة دي. تمام? تمام. والقايمة دي او القناة دي يعني عموما اه ان شاء الله ينزل فيها برضو اه شرحة تاني. تمام? وقناتك يسي خلص برضو. تمام? اه وبرضو في نقطة مهمة. وبرضو لو رحت لي ال اه في بوست كده او حاجة هسيبها لك في الوصف برضو. اه برضو شرحها مين? شرحها اه الدكتور بتاع قناة بيتي جايدة. تمام? على ايه انت على القناة برضو. تمام? ودي ايه دي اه اللينكات بتاعتها. تمام? هو شرح هنا بتاع لانا لسه مورها لك القايمة دي في اه في القناة نفسها. تمام? وبرضو هنا بتاع الاسي سي جاينت. وبرضو بتاع الاسي آآ جاينت. وبرضو هنا البيوميكانيكال برانسيبلس اند كونسيبت بارت وان. اللي هي اعتبر زي ما بيقولوا كده الاسيات آآ والمفهيم العامة والحاجات الاسيسية بتاعت البيوميكانيكس برضو. تمام? وهنا برضو الاسكابلو في امرال ريزم. تمام? برضو هنا موجود. تمام? فالنقطة دي او الحاجة دي كده الكساب اللي هو بتاع كتاب نيومان. آآ مين شرحه? قناة بيتي جايد. تمام? وبرضو اللينكات برضو اسيبها لك. وبرضو انت روح لقايمة الجغيلة هتلاقي برضو شرحة كتير لمرجع نيومان. وبرضو في مرجع تاني اسمه مرجع كارولين بتاع السيرابيوتك اكسرسايز تمام? مدد السيرة مدد السيرابيوتك برضو آآ برضو القناة دي برضو شرحة. يعتبر آآ جزء منه. تمام? وبرضو في القناة دي ازا ما قلت لك شرحة انه تم برضو. وعمل تلخيص ليه كويس خالص برضو زيادر تشوفه. تمام? فدلوقتي حتى دلوقتي في ايه في البوشت ده او الحاجة دي الرسالة دي انا برضو هحطه لك في الوصفة برضو كا آآ كالينكات بجانب اللينكات الباقية بتاعة القناة بتاعة بيت جايد او قناتان التانيين بتوع آآ الدكتورة دي او دكتور عمر. تمام? فبكده احنا خلصنا الفيديو. تمام? شكرا خلص. شكرا خلص ربنا وفيكم على السلام.